أهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل قال السفير إيهاد بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عددا من المعدات والتقنيات العسكرية أثناء زيارته لروسيا عقب ذلك استعرض حرص الشرف وأداء السلام الوطني لمصر وروسيا وضف بدوي أن السيسي توجه إلى مجمع منافسات التزحلق على الجليد والبياتلون بمبنى استاد البياتلون وكان في استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اصطحب السيسي في جولة بالمجمع شاهد خلالها الرئيسان تمرين رماية بالذخيرة الحية لفريق الرماية القومي الروسي فضلا عن تفقد بعض الملاعب بالمجمع ونقلت وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء أن الرئيس السيسي قد عبر لبوتين عن إعجابه بالمرافق الأولمبية في مدينة سوتي الروسية واقترح تنظيم زيارات للرياضيين المصريين إليها كان السيسي وصل صباح اليوم إلى روسيا في زيارة تمتد اليومين يعقد خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي تستهدف تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات